ورحمة الله وبركاته احترف المعدات التقيلة في ساعاتي هندسة تخيل هل امت قبل ما تعرف حاجة عن المعدات وضعك ايه وبعد الكرسات بتاعتنا هتشتغل فين وهتقبط كام ووضعك ايه في السوق ولما تروح اي مقابلة هل هتقول معرفش وبالتالي يا اما هتتقبل بمرتها بتاعبان وتقبط اي حاجة والسلام يا اما هتطرفت هل ده امتك هل ده احترامك لنفسك هل هتفضل طول الوقت تشتكي وتعايت وتقول الظروف وانا مش عارف اعمل ايه واروح فين مفيش رفاهية انك تقعد تعايت وتشتكي وتقول لا ده انا مش عارف ايه ده الظروف لا الحق نفسك وقوم وغير من نفسك وطور من نفسك ده اللي احنا بنقدمه في الكرسات بتاعتنا بنرفع امتك وبنشرح لك عملي لعملي وانت في مكانك وبنعرفك المعدات التقيلة باحترف وبنخليك مهندس معدات تقيلة محترم ومحترف وليك وضعك والقرار قرارك يا اما تعز نفسك وتروح الانترفيو اسد وترفع من امتك وتحط رجل على رجل وتطلب المرتب اللي امت عايزه وتبهر اللي قدامك يا اما تروح الانترفيو وما انتش عارف هتقول ايه وتجاوب ازاي وبالتالي هيعود يبيع ويشتري فيك وترضى بقليلك ما هو يا هتبقى معلم يا هتبقى صابي تا انت محتاج تبقى معلم الطريق قدام منك هوا محتاج تبقى صابي انت حر والقرار قرارك وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة